بدأة الشأن ومع اقتراب موعد الذبح وأيضا اقتراب عيد الأضحى المبارك حمل سكين في الجيب يعتبر خرقا للقانون ويعقب عليه بستة أشهر حبسا نافذا فما بالك أن إن رأيت تجارة السككين والصواطير بكل أنواعها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فيعرض الباع السككين في الأسواق خناجر محضورة من علامات ثلاث نجوم وأدوى الذبح مستوردة من البرازيل ومن جنوب إفريقيا شبيهة بالسيوف التي عادة ما تكون أسلحة في يد العصابات أثناء شجاراتهم وهو ما أثار مخاوفا كبيرا من إمكانية توظيفها في المعارك التي تنشب من حين لآخر إذن مشاهدين الكرام للحديث عن كل هذا سعد باستضافة الأستاذ ناثير الأخضار محامي معتمد لدى مجلس القضاء أهلا بك سيد ناثير مساء الخير أخو بينا شكرا على الدعوة أهلا بي الأسلحة محضورة ليس من الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع وليس من الأسلحة البيضاء لأن الأسلحة البيضاء اليوم تم تقنينها وتحديدها أسلحة من صفة سادس هكذا سيد ناثير الأخضاري محضورة تبع على الأرصفة أيام قليلة قبل العيد اليوم القانون يمنع من حمل سلاح محضور هو السكين يعني سلاح صغير عقوبته ستة أشهر فما بالك من يبيع هذه السككين يعني حقيقة بيع حمل هذه السككين كما قلت هي محضورة قانون ممنوعة قانونية ومعاقب عليها القانون ابتداء من ستة أشهر حبس نفذة إلى سنتين حبس نفذة وبغرامة مالية تبدأ من خمسة ألاف إلى عشرين ألف دينار غرامة مالية نفذة بالأكثر من ذلك بيعها خاصة لها المشرع الجزائري منع وحضر كذلك كان هناك الأمر سفر ستة سبعة وتسعين متعلق بأسلحة البيضاء والأسلحة والذاخرة والعاتد الحربي وين جاءت المادة ستة ربعة وين قامت بتصنيف الأسلحة الصنف الرابع الخامس السادس والسابع والثامن وين أسلحة هذه صنفتها من الخانة الصنف السادس وفي الأخ بيلال حتى بيع هذه الأسلحة المشرع الجزائري وضع لها عقوبة في المادة وضع لها منع أولا في المادة التسعة التي تقول تمنع كل من استيراد والتصدير والتجارة بهذه الأسلحة نرى في الأرصيفة في الأسواق يقومون بتجارة وبيع هذه الأسلحة لكن المشرع الجزائري وضع لها منع وحضر لتجارتها واستيرادها وتصديرها بدون رخصة من السلطات المخولة يعني نحن نشوفه في الأسواق نشوفه العامة من الناس نشوفه دون ترخيص دون رخصة من السلطات يقوموا ببيع مختلف الأنواع مختلف الأنواع يعني هناك أنواع كما قل ذكرتم يستعملونهم من جماعات الإجرامية يستعملون في العراكات في الشجارات هنا لوضع قوسين من يراقب هذا الصنف من التجارة خاصة مع اقتراب عيد رضح المبارك نشاهدوهم في الأرصيفة وخاصة وأزيد من ذلك أطفال ومارسونا تجارة هذه الأنواع من السكاكين حتى اليوم أصبحت من أجل شراء سلاح أبيض يعني 500 ديناء جزائري فقط يكفيك من أنجل أن تحصل على سلاح من صنف السادس اليوم الغريب من ذلك هو أن الطفال في عمر الظهور يمرسلون هذه التجارة حتى القانون يمنع من ذلك لكن لا حسيب ولا قيب في هذه التجارة اليوم التجارة الغير مشروعة وغير شرعية بدون سجل تجاري بدون سجل قارب بدون رخصة من السلطات بصفة عامة هي ممنوعة ولكن باقتراب لعيد الأضحى هناك من يغتنم هذه الفرصة لاقتناء هذا النوع من الأسلحة وهذا النوع الأدوات التي تستعمل لغاية غير شرعية وغير مشروعة هنا لازم تكون الرقابة يعني إذا صبنا الخبز لا يؤذي إلا إذا كان هناك مضرة على الصحة يمنع بيعه على الراصيف فما بالك بسكاكين مختلفة الأحجان حتى التسمية عند العام ما أصبح عندهم تسمية شائعة العامة الناس يطلقون عليها عدة أسماوات نلاحظوا كما قلت أنت أطفال يقومون بالبيع نلاحظوا كل شرائح المجتمع تقوم بشيء هناك عدام الرقابة لما تكون هناك عدام الرقابة تكون عشوائية سيدنا بالخبار أنت حدث عن الرقابة لكننا نروح لك أبعد من ذلك هو أن عملية البيع تقام على أنف مصالح الأمن يعني مصالح الشرطة تمر في هذه الفترة بالذات يعني فترة العيد وكأنها يعني عادي تجارة عادية من طرحه سؤال أو استفهام أو مخيلة فقط إن كان هناك شخص فاقد لعقله ومره ورفض يعني أحد الأسلحة وبدأ يضرب في الناس ولا يقتل في الناس اليوم من يحاسب من؟ يعني في الناحية القانونية من ناحية القانونية هناك منع أذكرنا المادة كان مادة 30 من الأمر 06-97 اللي تنص على منع التجارة والتصدير هذا النوع الصنف من الأسلحة لكن إذا كانت سلطات مخصوش رجال الأمن فقط يعني بالوزارة التجارة أيضا نعم وزارة التجارة التي تترك هذا البيع دون ترخيص الهيئات المشرفة على الرقابة رؤساء المجال الشعبية البلدية المسؤولين على الأمن والسكينة العامة الكل لخولهم القانون السلطة للتدخل رغم خلاو تفشيء في حين أن هناك منع قانوني واضح خصتهم مشرع الجزائري في المواد نذكرهم قلت لك المادة 9 اللي تتكلم على المنع المادة 30 اللي تضع عقوبة المنع أكثر من ذلك المشرع الجزائري خصها يعني بأرمادة من القوانين المادة 35 مثلا اللي تصنفها من قابل الجنايات اللي يمتلك مخزون من هذه الأسلحة المادة 35 تقول لك يعاقب من السجن من 10 إلى 20 سنة بغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار يعني هنا معنا السلطات المخولة قالونا إلا تفعيل هذه المواد اللي وضحها المشرع الجزائري حتى الأمر هذا اللي يصدره المشرع الجزائي 06-97 صدر في سنة 97 بعد العشرية بعد العنف اللي صراه في الجزائي يعني لاحظنا نتائج تفشي هذا الأمور حتى يعني لما يجوا علماء السوسيولوجي يقول لك ظاهرة العنف راه تفشيت في المجتمع الجزائري على القائمين بأمر المواطنين وعلى المسؤولين الحد يعني من خليش هذا الأمور تكون بلا حسيب بلا راقيب القانون يقول لك لازم رخصة يا أخي اللي عنده رخصة يقوم بالتجارة وفقا للتنظيمات والقوانين ما عندك رخصة لا تقوم بالبيع يعني هناك ثاني سلط قانوني آخر يمكن للسلطات أنها تتذرع منه اللي هي المادة 16 المادة 16 تضع استثناءات فيما يخص دائما الصلف السادس تضع بعض الاستثناء من بين الاستثناءات التي لا يمكن العدول عليها وهي الاقتناء أن هناك أشخاص اللي كانوا في مستفى المجانين أشخاص اللي تمت إدانتهم بعقوبات تمس بالقانون العام واللي كان هو أعمال العنف والتخريب أعطي أسلحة مماثلة أسلحة مماثلة أو غيرها الناس اللي ممنوعين من الحقوق المذكورة في المادة 8 يام قانون الإجراءات القانون العقوبة الجزائري هذا الأصناف يعني حتى المشرع الجزائري ما أعطى لهم استثناء اقتناءها حتى الحمل الحمل ونقل هذه الأسلحة المشرع الجزائي في المادة 39 في المادة 39 يحايمنا على كل مواطن جزائري أن يقوم بحملها ونقلها دون سبب شرعي يعني هنا أعطى أعطى المشروعية في الحمل والنقل وليس الحيازة لأننا نتكلمه الحيازة فيما يخص المخزون فيما يخص البيع الاستيراد والتصدير والتجارة أما الحمل والنقل لأن المواطن الشرع الجزائري لما كانش عندك سبب شرعي يعني ذارعة قانونية ما يحققش أنها تمنحها عنيش جات هذه القوانين الأخ بيلال نحن هذه القوانين راه موجودة وراه سارية المفعول يبقى فقط تفعيلها من طرف السلطات لماذا جاء هذه القوانين مثل هذه القوانين نعود نقول له في مرة التاريخ نقول له الحضارة كبيرة اللي هي الحضارة اليابانية في وقت الإمبراطورية اليابانية كان السيف من بين العقيدة اللي يمتلكها المحارب الياباني المدعو الصاموراي كان السيف هذا الكاتانا داخل في العقيدة والسلاح ودخل في العقيدة مقدس لكاتانا كان مقدس في الإمبراطورية منعوا منعوا دخوله في المدن لماذا؟ لأنه كان يخلق نوع من الرعب يمس الساكينة والراحة والنفسية للمواطنين أنت ولا أنا كراجل عادي كمعيار نشوف الجرائم اللي يراهم يصراه بفعل هذا الساكاكين في يوم الأيام بحلول العيد المباركة هذه المناسبة المباركة التي تحل عن الأمة الإسلامية نلاحظ تفشيها بيعها بطريقة عشوائية على الأرصفة أن كل من هبه ودبه يقوم باقتنائها ما عرفوا إلا كان مسبوق قضائيا ما عرفوا إلا كان مختل عقليا اللي يقوم بشيراء هو إعادة بيعها ما عنده ترخيص ما عنده رخصة هذا الفوضى هذا الفوضى اللي يرىنا فيها عدم احترام قوانين الجمهورية عدم تفعيل وترخيص قوانين الجمهورية راح يجيب نتائج سلبية هناك بعض العصابات هناك بعض المجرمين يعني المجرمين يقولوا عندهم أمراض حقلية إجرامي يغتلموا يغتلموا هذه الفرصة تعيد الأضحى اللي يقتناء أجود السيوف أجود السكاكين يندسون في وسط المواطنين العاديين يعني حقيقة أنا أنا مواطن جزائري وليدة هذا المجتمع قلعنا نشوف السكاكين اللي توبع أكثر من الأضحيات اللي أخيرين خلينا نتحدث لك أزيد من هذا سين هذه الأخضاري وربما لحظتها يعني في مجتمعنا الجزائري المجتمع هذا المجتمع يعني لنقدر نقوله بأنه يتغير واقف في الميحن كما هو يعني غريب جدا خلينا نتحدث لك بالنسبة للمقتنين ومشترين لهذه سكاكين يعني كما فناها السنة الفريطة اشترى السكاكين هذ سنة يشري والسنة بعده يشري والسنة بعده ليشش يعني لمخيلتك أنت ماذا سيقوم بهذه كل الكم من السكاكين يعني عندك سكين للذبح السكين للسلخ لماذا العديد من السكاكين هذا المشكل في الجزائر أصبحت عقيدة ربما في الجزائر أن لما يقترب عيد الأضحاء المبارك يجب شراء سكين وبكل أصناف وبكل أنواع أيضا حقيقة نرى السكاكين التي تستعمل في العيد الأضحاء نستعملها مرة في السنة ونقوم بتخزينها وإخبائها في المنازل العائلات الجزائرية المحترمة ولكن هنا نعود لشيء الذي صرحته من قبل أنها أصبحت فرصة من بعض الشباب الذين ظل بهم السبيل في كل سنة في كل حلول عيد الأضحاء لما تصبح السكاكين تباع على الأصفاء في أسواق العامة دون حاسيب ولا رقيب يغتنمون هذه الفرصة لإقتناء ما يرونه مناسبا لأعمالهم الإجرامية والتخريبية هنا لازم نوضع نقطة ونرجع للسطر تدخل السلطات السلطات المعنية بكل فئاتها وبكل شرائحها حتى المجتمع المدني يجب أن يتدخل لأن الضرر رح يلحق المجتمع رح يلحق المواطنين لازم أن نتدخل نضع حد لها كما يقال كما هو موجود في الدول الأخرى في جيرانها في الدول الأوروبية مثلا تقنينها وضع محلة خاصة لبيحها حتى البيع يكون عن طريق وصل يسلم أو إلى تعدى نوع آخر يكون هناك عن طريق رخصة حتى الشخص الذي تقوم ببيع لأنه يكون يعني شخص إنسان سوي له عنوان معروف حتى يوصل أنه حتى يعني هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر أنه يمض بطاقة هوية لما لا لأنه هو نشاهده أيضا القصر أيضا القصر يروحوا يشتريه وسكاكين يعني يبعتوا والدي يروح يقولوا يشريه سكين من صنف كدا من صنف كدا ويرروح يشريه عادي ويبيع له البائع عادي يعني ما تعرفش أنت هذا الطفل عاسى ولا علا يعني طفل يلعب أو قاسر يلعب جرحت يده قطع يده ما نقدرش نعرفه وشي حيصر في هذه الأوينة من فترة الشراء أو من مدة الشراء أو من المكان الشراء إلى غاية المنزل ما تقدرش تعرفه شحي يسراء لكن قصر عادي يشترون السكاكين والصواطير عادي في الجزائر هذا هو المشكلة يعني الطفل والقاصر اليوم ما عندهش قيمة كبيرة في المجتمع الجزائري لو نقارنوا بالقاصر في بلد آخر يعني شيء رهيب ماذا يحدث هنا حقيقة هنا في البلاطو قمنا بعدة حصص فيما يخص القصر سواء عملت الأطفال أو حتى الأطفال الذين يشترون يقوموا بالبيع يقومون بالاقتناء هنا يرجع دور الأولية كذلك يرجع دور المساعدين الاجتماعيين دور القائمين على حماية هذا القصر لما يكون السلوطات المحلية كين قانون أخ بلل كين قانون طبقوا فعلوا قانون 1509 اللي يتكلم على حماية الأطفال لما يكون هنا هذا يعتبر قاصر في حالة خطر إلا كان الولي أمره هو ليرسله بشيق تاني هذا النوع من الأسلحة إلا ما نقدروش نلقي المسؤولية على قاصر لأنه بطبيعته قاصر ولكن هنا لازم ندخل ولكن هو فيما يخص العامة لا يقوم بالبيع ولكن يقوم بالاقتناء ولا يقوم بالحيازة هنا يعني حالة خاصة وين لازم تدخل السلطة العممية حتى الهيئة المشرفة على حماية القصر نطرق إلى النقطة التي تحدثت عنها ألا وهي عدم تفعيل القوانين ماذا يمنع عدم تفعيل القوانين الإرادة أي إرادة إرادة سياسية أم إرادة قانونية أم إرادة اجتماعية لن نفهم شيء يعني في هذا المجتمع إرادة سياسية يكفي هنا القانون رح موجود القاضاء لما يعرض عليه الميلف سيطبق القانون والشيء الذي يراه يصراه في المحاكم الجمهورية يطبقه قانون قصة الأمر 9706 المتعلق بالذاخرة والأسلحة ولكن تبقى إرادة إرادة يعني نبدأ من السلطات يعني المحلية والمركزية منها تبقى إرادة هاي أسواق شعبية معروفة الكل يعرفها عند العام والخاص نلاحظوها بالعين المجرادة أكثر من ذلك هاي باقتراب عيد الأضحى نشوفه السكاكين في كل مناطق يعني نشوفه البيع العشوائي نشوفه مبارزة الكيباش الكل يعرفها لانت لما تشوف مبارزة الكيباش فيها 200-200 متفرج يعني تقوليش أن السلطات المحلية ما عندهاش علم بهذا الظاهرة نشوفه الأسواق الشعبية على الأرصيفة لما تكون هناك بيع كل أنواع السكاكين ما نظنش أن السلطات المحلية القائمة على شؤون على راحة المواطنين ليس لها علم قانون موجود للآليات موجودة القضاء رح يتصدى ورح يتحرك في هذه المسألة هنا تقعد الإرادة الإرادة الفردية والإرادة الجماعية شكرا جزيلا لك أستاذ نذير الأخداري محمي معتمل لدى مجلس القضاء كنت أتي فيها اليوم في هذا الموضوع الجيد حساس شكرا جزيلا لك شكرا على الإصلاة أهلا أخبر شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا